السلام عليكم عزيزي طالب السنة الثانية ثانوية شعبة العلوم تجربية ورياضيات وشعبة تقني الرياضي مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اليوم إن شاء الله سنشوف نموذج لفرض أو اختبار يعني تمرين نموذجي للفرض أو الاختبار التمرين تعني يقول نعتبر في أغل معادلة ذات المجهول الحقيقي X والوسيط الحقيقي أمن معرفة كما يلي يعني عندي معادلة من درجة ثانية ذات مجهول X والمجهول أيضا M السؤال الأول يقول عين قيم M حتى تقبل معادلة حلا وحيدا في أغل يطلب تعيينه وقتش المعادلة تقبل حل وحيد المعادلة تعني تقبل حل وحيد إذا كانت معادلة من درجة الأولى إذا كانت معادلة من درجة الأولى بمعنى تقبل حل وحيد معنتها هذا الجزء يروح للصفر وقتش يساوي هذا الجزء السفر إذا كان الـ A تاعي يساوي السفر حيث الـ A في هذه الحالة يساوي M مربع نقص ثلاثة M زائد ثنين هو A إذن لازم هذا الجزء يساوي سفر إذا كان هذا يساوي السفر فإن في X مربع تساوي السفر يبقى لي فقط M نقص ثنين في X زائد ثلاثة يعني يبقى لي X واحد فقط هنا تقبل معادلتي حل وحيد إذن سؤال أول تقبل المعادلة تقبل أ حلا وحيدا إذا كان A يساوي السفر حيث الـ A في هذه الحالة هو M مربع نقص ثلاثة M زائد ثنين يساوي السفر بمعنى هذا هو الـ A تاعي وقتش يكون هذا يساوي السفر هذا يساوي السفر ره معادلة من الدرجة الثانية ذات المجهول M إذن كيكون عندي معادلة من الدرجة الثانية ويقول لك حلها معادلة سفرية كيفش نحلها؟ مباشرة حساب دلتا وهنا حساب دلتا بالمجهول M هنا A تاعي يساوي واحد والB هو نقص ثلاثة والC هو اثنين يعني نعتبر هذا الـ M هو الـ X هذه معادلة من الدرجة الثانية وبالتالي دلتا يساوي بمربع لهي نقص ثلاثة مربع ناقص ربعة في A واحد في C لهو اثنين يساوي تسعة ناقص ربعة في اثنين يساوي ثمانية يساوي واحد وبالتالي دلتا رأى اكبر من السفر كيكون دلتا اكبر من السفر المعادلة وش من معادلة؟ المعادلة هذه تقبل حلين لهما M1 يساوي ناقص بي ناقص جذر دلتا على اثنين A M2 يساوي ناقص بي زائد جذر دلتا على اثنين A هذو هما الحلة وبالتالي M1 يساوي ناقص بي ناقص بي ناقص بي عندها ناقص ثلاثة في النقص هذه تولي ثلاثة ناقص جذر دلتا ناقص جذر واحد لهو واحد على اثنين A لين يثنين في واحد يساوي ثلاثة ناقص واحد اثنين على اثنين ويساوي واحد اذا M1 يساوي واحد M2 يساوي ثلاثة زائد واحد على اثنين ويساوي ربع على اثنين ليساوي اثنين هنا خرجوا لي اثنين خرجوا لي حلين حل الاول هو واحد والحل الثاني هو اثنين اذا خرج لي M يساوي واحد وخرج لي M يساوي اثنين نروح نعوض في المعادلة تعنا المعادلة تعنا لأصبحت إذا كان هذا يساوي السفر M مربع ناقص ثلاثة M زائد 2 يساوي السفر معناه وش معناها؟ معناها هذا الجزء يساوي السفر إذن يبقى لي هذا إذن M ناقص ثلاثة في X زائد 3 يساوي السفر لما الآن اللولة 1 يساوي الواحد كيف اشتولي المعادلة إذن نعوض بالحلول لما M يساوي M يساوي 1 فإننا نعوض 1 ناقص 2 في X زائد 3 وش يساوي؟ 1 ناقص 2 يساوي ناقص X زائد 3 ويساوي يساوي هذه تساوي السفر المعادلة تعناها تساوي السفر إذن دي المعالم بجهة والمجاهير بجهة توليلي ناقص X يساوي ناقص 3 وبالتالي X يساوي 3 وقلنا هذه المعادلة تساوي السفر إذن X ناقص X إذن X تعي يساوي 3 عفوا الحل التعني الأول هو ثلاثة لما M يساوي واحد فإن X يساوي ثلاثة الآن نروح للحالة الثانية لما M يساوي الحل الثاني وهو ثنين نعوض المعادلة تعي المعادلة تولي وراء المعادلة ثنين ناقص ثنين في X زائي ثلاثة يساوي السفر ثنين ناقص ثلاثة يساوي السفر السفر في X يساوي السفر زائي ثلاثة يساوي السفر ثلاثة يساوي السفر هنا خرج لي تناقض ثلاثة يساوي السفر مستحيل تناقض نقول تناقض مستحيل أن العدد ثلاثة يساوي السفر إذن المعادلة تعنى هذه وقت اشتقبل حل وحيد لما M يساوي 2 ولا M يساوي 1 إذن بالطبع لما M يساوي 1 لأن لما M يساوي 1 القيناة X يساوي 3 القيناة حل وحيد وهو X يساوي 3 وكي عوضنا لما M يساوي 2 القيناة هناك تنقض إذن هذا الحل ما نخذوش بعين الاعتبار وبالتالي الحل الوحيد هو X يساوي 3 إذن A لهي هذا المعادلة المعطاة في التمريد تقبل حلا وحيدا لهو S يساوي وش هو الحل الحل اللي القيناة هو العدد 3 3 لما M يساوي 1 إذن نعين قيم M حتى تقبل معادلة حلا وحيدا قالك يطلب تعينه رانا عيناه لهو 3 قيمة M هي M يساوي الواحد ننتقل الآن إلى السؤال الثاني السؤال الثاني يقول عين قيم M حتى يكون العدد 3 جذر لأ جذر للمعادلة أ 3 جذر للمعادلة أ معناه وش معناها ثلاثة راح جذر للمعادلة جذر للمعادلة معناها راح حل للمعادلة راح يحل هذا المعادلة وبالتالي راح نعوض العدد 3 في القيمة X بما أنه حل فإنه يعوض في العدد X الآن راح نعوض هذا 3 في الـ X ويبقى للمجهول الواحد هو M الآن راح نلقى قيم M حتى يكون العدد 3 جذر لأ إذن 3 جذر للمعادلة ومعناه معناها M مربع ناقص 3 M زائد 2 في 3 مربع زائد M ناقص 2 في 3 زائد 3 يساوي الصفر راح نعوض العدد 3 في هذاك الـ X الآن ننشره تولي لي 9 M مربع ناقص 3 M زائد 2 زائد 3 في M 3M 2 في 3 ناقص 6 زائد 3 يساوي الصفر هنا 9M مربع ناقص 27M زائد 18 زائد 3M 3 ناقص 6 تولي لي ناقص 3 يساوي الصفر إذن 9M مربع 27 زائد 3 ناقص 27 زائد 3 تولي لي ناقص 24M زائد 18 ناقص 3 تولي 15 زائد 15 يساوي الصفر إذن هنا خرجت لي معادلة من الدرجة الثانية ذات المجهول M ثلاثة جذر للمعادلة وعوضنا ثلاثة في الـ X وقاتلنا المجهول الوحيد هو M المجهول الوحيد هو M وكي يبسطنا العبارة خرجتنا معادلة من الدرجة الثانية وباش نحل معادلة من الدرجة الثانية دائما نحسب المميز دلتا نسميه دلتا M يساوي بمربع اللي هو ناقص 24 مربع ناقص 4 في A لهو 9 في C لهو 15 كيتحسبوه المميز دلتا رح ينطلقاوه يساوي 9 كيتحسبوه ديرو الجداءات تلقاوه العدد 9 باش ناقص نضيعوش الوقت الحسابات تديروها وحدكم معليش سهلين اذا وبالتالي دلتا تعنارها اكبر من السفر اذا كان دلتا اكبر من السفر بان المعادلة تقبل حلين الحلين اللي نحات قبلهم هما M1 يساوي 1 وM2 ليساوي 5 على 3 بنفس الطريقة تحسبوهم M1 يساوي ناقص B زائد جذر دلتا على 2 A M2 يساوي ناقص B ناقص جذر دلتا على 2 A عوضوا فقط حين تحصلوا على الاعدد كما عوضنا من قبل M1 يساوي 1 M2 يساوي 5 على 3 اذا معادلة تقبل الحلين هذو هما الحلين التعنا وبالتالي رانا عيننا قيم M حتى يكون 3 جذر للمعادلة هي S فتح لتساوي 1 و 5 على 3 يعني بش يكون هذ 3 هو حل المعادلة لازم الامتاع يكون اما يساوي 1 او يساوي 5 على 3 هذو هما قيم M ننتقل الان الى السؤال الثالث السؤال الثالث يقول عين قيم M حتى تقبل معادلة حلين مختلفين في الاشارة واش معنى حلين مختلفين في الإشارة وقتش المعادلة تعنا تقبل حلين مختلفين في الإشارة شفنا في مجموع وجداء حلين معادلة من الدرجة الثانية لما شفش عادي وليل الفيديو تعم الجموع وجداء حلين معادلة من الدرجة ثانية هنتلاقوها في القناة شفنا ان بش تكون المعادلة تقبل حلين تقبل حلين يعو وسمينا هذوك الحلين X1 و X2 ودرنا جداء الحلين ودرنا مجموع الحلين الآن عندي X1 و X2 هما حلان للمعادلة نقدر نقول نفرض يعني نسموهم X1 و X2 تقدر نسموهم X فتحة ولا X فتحتين كما حبيته نفرض X1 و X2 هما حلان للمعادلة قال لك هنا عين قيم أنا حتى قبل المعادلة حليني مختلفين في الإشارة كيفاش نعرف أنه هذ الحلين هم مختلفين في الإشارة واش هي الحاجة راح تبين لي أنهما مختلفين في الإشارة بالطبع جداء الحلين جداء الحلين لسمناه P اللي يساوي لي C على A قلنا أن جداء الحلين في المعادلة AX مربع زائد BX زائد C يساوي 0 هو P يساوي C على A اللي هو C على A C يعني هذا القيمة على هذ القيمة قلنا أنه هو جداء حلين معادلة من درجة ثانية وبرهناه في هذاك الفيديو تعمل مجموع وجداء حلين معادلة من درجة ثانية للفهم أكثر عاودوا له الفيديو باش تفهموا كيفاش برهنا أن جداء حلين يعني كي يحسبنا دلتا ولقينا حلين ولقينا حلين X1 و X2 برهنا أن الجداء التحهم يعني كي نضرب X1 في X2 يعطيني C على A لهو جداء حلين معادلة من درجة ثانية وأنا كي نضرب عددين عدد سالب مثلا ناقص 2 كي ندير لها جداء في 3 واش يعطي لي؟ يعطي لي ناقص 6 وهذا النقص تكيفاش رهنا عدد سالب يعني أقل من السفر إذن واش تستنتجه منها نستنتج أن هذا الحلين مثلا هذا نسميه X1 وهذا نسميه X2 جداء الحلين يعني هذا الحلين رهو مختلفين في الإشارة واحد ره موجب واحد ره سالب على هذك لقينا أن الجداء ره سالب وإذا كان عندي ناقص ثنين في ناقص ثلاثة واشي يعطي لي؟ يعطي لي 6 ره أكبر من السفر إذن هذا العددين رهو من نفس الإشارة وإذا درت 2 في 3 يعطي لي أيضا 6 أكبر من السفر إذن هذا العددين رهو عندهم نفس الإشارة هنا عندهم موجب وهنا عندهم سالب وهنا عندي واحد موجب واحد سالب ولقيت الجداء التحوم أقل من السفر إذن باش يكون عندي حلين مختلفين في الإشارة لازم يكون الجداء التحوم ره أقل من السفر إذن من هنا عين قيم حتى تقبل معادلة وحلين مختلفين حتى تقبل حلين مختلفين في الإشارة وش لازم يكون عندي لازم يكون عندي P أقل من الصفر اللي هو جداء الحلين معناه يعني يكافئ معناه C على A اللي قلنا هو جداء الحلين لازم يكون أصغر من الصفر الآن سنأخذ C على A من المعادلة تعتمرين C والر هو العدد ثلاثة وبالتالي نقول وبالتالي C على A لهو ثلاثة على A الآن في هذا الحالة هو M مربع ناقص ثلاثة M زائد ثنين M مربع ناقص ثلاثة M زائد ثنين هذا هو C على A أقل من الصفر وقت تجيكون هذا أقل من الصفر رايح ندرسو الإشارة تاعه يعني ندرس إشارة هذا الكسر وإشارة الكسر هذا بما أن العدد الثلاثة راه موجب إشارة هذا الكسر كامل من إشارة المقام يعني ندرس إشارة هذا فقط وكي نلقى إشارة هذا راح يقول لي إشارة الكسر ككل كي ملجودة القسمة إذن باش نحل هذا السي على A رايح ندرس إشارة M مربع ناقص ثلاثة M زائد ثنين الآن راح نحسب المميز دلتا باش ندرس الإشارة بمربع لهو ناقص ثلاثة مربع ناقص ربعة في A لهو واحد في C لهو اثنين يساوي تسعة ناقص ربعة في اثنين لهو ثمانية ويساوي تسعة ناقص ثمانية يساوي واحد هذه حسبناها في الأول ما عليش نعودوها الحل الأول تلقاه M واحد يساوي واحد والحل الثاني M ثنين يساوي اثنين بنفس طريقة ناقص بي زائد جدر دلطا على 2A ناقص بي ناقص جدر دلطا على 2A حيث ناخذها من هذه المعادلة أنا لقيت الحلين M1 و M2 إذن نروح ندير جدول الإشارة جدول الإشارة تعناها هنا قيم M ناقص من النهاية إلى زائد من النهاية رهي تنعادم عند 1 و 2 العبارة هذه اللي رهي تنعادم عند 1 و 2 يعني M مربع ناقص 3M زائد 2 وهنا هي 3 تقسيم M مربع ناقص 3M زائد 2 اللي هي C على A هذه هي C على A الآن هذه رهي تنعادم عند 1 وعند 2 قلنا داخل الحلين عكس إشارة A والأتاعي كيف شرحنا رهي موجب إذن الداخل ندير سالب وخارج الحلين نفس إشارة A هنا عندي ثلاثة على هذه العبارة كي يكون عندي في الكسر في الكسر إذن وين تنعادم لهذه القيمارة هي غير معرفة عنده كي نعوض هنا يا الواحد رهي يعطي لي السفر وكي نعوض هنا يا ثنين رهي يعطي لي السفر أيضا لأنه ما حلول هذا المعادلة وكي يعطي لي السفر ما عنديش الحق نحط في المقام العدد السفر إذن نقول أنه غير معرف عند 1 وعند 2 وبالتالي الإشارة تبقى زائد ناقص زائد إذن حلول المعادلة قالك عين قيم M حتى تقبل معادلة حلين مختلفين في الإشارة باش تكون قلنا باش تكون تقبل حلين مختلفين في الإشارة لازم يكون سعل A لهو جداء الحلين سالب وهنا من خلال جدو الإشارة وين راه يكون سعل A سالب هذا هو السعل A السعل A هو هذه القيمة هذه هي سعل A لهو جداء الحلين وين راه سالب؟ راه سالب هنا يعني هنا وهذا الحلول تعمل سميها S فتحتين يساوي المجال لهو مفتوح لأنها غير معرفة عند الواحد وغير معرفة عند اثنين من واحد الاثنين إذن باش يقبل باش تقبل معادلة أ باش تقبل هذه المعادلة حلين مختلفين في الإشارة لازم يكون جداء الحليني سالب وجداء الحليني سالب لقيناه في هذا المجال وبالتالي فإن حلول هي واحد أم يعني القيم لياخذها أم تكون من واحد حتى الاثنين والواحد والاثنين ما يديهاش لأنها غير معرفة عنده إن شاء الله تكونوا فهمتوا معي إن أنا عاود ونعاود غير باش تفهمه السؤال الرابع ننتقل الآن إلى السؤال الرابع هذه خطأ زيتها فقط السؤال الأخير والرابع عين قيم أم حتى تقبل معادلة حلاني موجبان حلاني موجبان السؤال اللي قبله قلنا حليني مختلفين في الإشارة وباش يكون حليني مختلفين في الإشارة قلنا لازم يكون الجداء التحوم سالب والآن هنا حلاني موجبان يعني يكون الإكس واحد والإكس ثنين يكونوا بينزوج أكبر من الصفر باش يكون الحليني موجبان وعلاه لأنك ندير الجداء جداء إكس واحد في إكس ثنين وكان هذا أصغر من الصفر وهذا أصغر من الصفر يعطيني عدد سالب كما دلنا في المثال الأول ناقص ثنين في ناقص ثلاثات عطيني ناقص ستة إذن هذا الحل راه سالب إذن هذا الحليني راه سالبين باش يكونوا حلاني موجبان يعني إكس واحد أكبر من الصفر وإكس ثنين أكبر من الصفر وإذا كان الحلاني موجبان كين دير الجداء التحوم كيفاش يجيني الجداء التحوم رح يكون أكبر من الصفر والمجموع التحوم كيفاش يكون المجموع التحوم أيضا أكبر من الصفر وباش يكون عندك هذا الحلين واش لازم يكون لازم يكون عندي دلتا أكبر من الصفر إذن باش يكون عندي حلين لازم يكون عندي دلتا أكبر من الصفر كيفاش ديرين هذا الحلين إذا باش يكونوا موجبين تماما موجبين تماما لازم يكون جداء التحم أكبر من الصفر يعني كن ضرب عددين موجبين يعطيني عدد موجب وكن جمع عددين موجبين يعطيني أيضا عدد موجب إذن لازم يتحقوا هذة ثلاث شروط بش يكون عندي حلاني موجبا يعني بش تقبل هذا المعادلة وحلاني موجبا نبدأ خطوة بخطوة هنا رانا درسنا سي علاءة ولقيناه موجب من ناقص ما لنهاية الواحد ومن اثنين إلى زائد ما لنهاية ولقيناه سالب على المجال واحد اثنين يعني على هذا المجال إذن من جدول أول ب نعود نكتبهم بنيضا عين قيم أم حتى تقبل معادلة حلان موجبا قيم أم حتى تقبل المعادلة أ حلان موجبا حتى تقبل حلاني موجبا لازم يكون سي علاءة لهو جداء الحلين أكبر من السفر ولازم يكون أس لهو من جموع الحلين أكبر من السفر لهو ناقص ب على A هذا هو المجموع أكبر من السفر ولازم يكون أيضا دلتا أكبر من السفر لأنه ما كانش معادلة تقبل حلان ولا ما كانش دلتا أكبر من السفر إذا كان دلتا أكبر من السفر لتقبل حلان قلنا هذه استنتجناها من السؤال اللي قبله يعني در نجلب الإشارة تاعد وين ره سي علاءة موجب ره موجب هنا وهنا نحن نكتبها هنا إذن السي علاءة موجب الحلول هو مأس يساوي من ناقص مال نهاية الواحد اتحاد اثنين زائد مال نهاية هذا هو المجموع اللي يكون فيه الجداء تاعد الحلين موجب يعني في هذا المجموع الآن نتقل هذه وهذه نبدأ بدلتا دلتا أكبر من السفر إذن نروح ندرس دلتا دلتا تعناوين رح يكون أكبر من السفر نروح نحسب دلتا دلتا يساوي بمربع اللي هو أم ناقص نين لكل مربع هنا حينحسبوا دلتا تعهد المعادلة تبعونا بتاع هذه المعادلة نحسبو لها الدلتا تحاو الدلتا تحاو لازم يكون أكبر من السفر نحن نشوفو ونحن رح يكون أكبر من السفر البتاعي هو ناقص نين أم ناقص نين في إكس بمربع ناقص ربعة في آ اللي هو أم مربع ناقص ثلاثة أم زائد ثنين في سين اللي هو ثلاثة دلتا يساوي أم مربع أم هنا نحن بسطل العبارة تعنا نحن بسطها قطوة بخطوة أم مربع ناقص زائد ربعة اللي هي ثنين مربع ناقص ثنين في آ في بي ثنين في ثنين في أم يعني ربعة أم ناقص ربعة أم ننشر هذ الربعة ناقص ندير هذة الكروشي باش من باش من خلش هذة الإشارة تولي لي ربعة أم مربع ناقص تناش أم زائد ثمانية نشرت هذا الربعة فقط تبقى لي هذا ثلاثة أم مربع زائد ربعة ناقص ربعة أم ناقص الآن نزيد ننشر هذك ثلاثة ثلاثة في ربعة أم مربع تولي لي الآن ننشر هذ ناقص تولي لي أم مربع زائد ربعة ناقص ربعة أم ناقص ثلاثة أم مربع زائد ستة وثلاثين أم ناقص ربعة وعشرين الان راني شرط كامل نروح نبسط العبارة تاعي ام مربع نقص 12 ام مربع زائد ام تولي لي 11 ام مربع نقص 11 ام مربع عفوا نقص 11 ام مربع لاني اشارة عدد اكبر اللي هو العدد 12 36 ام نقص 4 ام تولي نقص زائد 32 ام 24 نقص 24 زائد 4 تولي لي نقص 20 اذا دلتا تاعي يساوي هذه العبارة اللي هي معادلة من درجة الثانية نروح نزيد نحسب دلتا ام هنا هذه دلتا ام وهذه دلتا فتحة ام اسميها هكذا هناك روحت حسبت دلتا تاع هذه المعادلة خرجت لي معادلة من درجة الثانية يعني نروح نزيد ندرس اشارتها باش ندرس اشارتها باش نحل هذه المعادلة عفوا نحسب المميز دلتا أم ثاني لهو بي مربع يعني 32 مربع ناقص ربعة في A لهو ناقص 11 في C لهو ناقص 20 يساوي تلقاوها 36 كنتحسبوها هذه تلقاوها 36 وبالتالي دلتا نارها أكبر من السفر المعادلة تقبل حلان تقبل حلان هما X1 يساوي ناقص بي ناقص بي يعني 32 ناقص 32 ناقص بي ناقص جذر دلتا ناقص جذر دلتا جذر الستة اللي هو ستة على ثنين A ثنين في ناقص 11 X2 يساوي ناقص 32 زائد 6 على ثنين في ناقص 11 يساوي هذه تلقاوها ثنين والإكس واحد تلقاوها 10 على 11 مجرد حسابات فقط إذن المعادلة تقبل حلان هو مع 10 على 11 واثنين الآن نروح نديره جذر الإشارة مدام القيناة الحلين داع المعادلة نروح نديره جذر الإشارة دلتا جذر الإشارة يكون بهذا الشكل قيم M قيمة دلتا الأم نقص مالة نهاية إلى زائد مالة نهاية لأنها كثير حدود ولقنا الحلين اللي هما 10 على 11 واثنين وما ننساش أيضا هنا دلتا تعنا رهين عادم عند هذا الحلين اللي لقناهم M1 X1 وX2 ليهما M1 وM2 عفونا هنا أنا ما عنديش X عندي M وننساش الواحد الذي لا غير معرفة عند الواحد على الله نقوله غير معرفة عند الواحد لأنه في السؤال الأول كي قالنا أوجد قيم M حتى تقبل معادلة حلا وحيدا باش تقبل هذا المعادلة حلا وحيدا قلنا يكون هذا يساوي الصفر وإذا كان هذا يساوي الصفر إذا كان هذا يساوي الصفر تولي لي معادلة من درجة الأولى والمعادلة من درجة الأولى ما حاش نحسب لها دلتا نحل مباشرة لازم تكون عندي معادلة من درجة ثانية باش نقدر نحسب دلتا وهنا وعليش نحينا الواحد لأنه قلنا باش تقبل حل وحيدا نلقينا لما M يساوي الواحد لما M يساوي الواحد لقينا الحل الواحد هو الثلاثة إذن الآن تاعي ما لازمش يدي القيمة واحد إذا ادي القيمة الواحد هذا المقدار قاعي يروح للصفر واحد مربع واحد ناقص ثلاثة واحد ناقص ثلاثة تعطي لي ناقص ثنين ناقص ثنين زي ثنين جساوي الصفر يعني هذا المقدار يروح للصفر وإذا رح هذا للصفر ما عندما ندير بالدلتا ما قداش نحسبولي أن تولي لي معادلة من درجة الأولى على هذك نقول أن الدلتا تاعي غير معرف عند العدد واحد على هذك ندير هذا غير معرف إذا نروح للإشارة الإشارة دلتا كيفاش تكون قلنا الداخل للحلين دايما عكس إشارة A وخارج الحلين نفس إشارة A عكس إشارة A الأتعي كيفاش راه الأتعي راه موجب رها سالب عفو رها سالب وداخل الحلين قلنا عكس إشارة A هاملك الحلين هنذا كنا نروح ندير الإشارة هذه ما تعنينيش ما حاش تجينيني كامل نشوف فقط الإنعدام التوعي داخل الحلين قلنا عكس إشارة A يعني زائد وخارج الحلين عكس إشارة A نفس إشارة A نفس إشارة A يعني سالب رح تكون سالبة وبالتالي إشارة دلتا رح تكون بهذا الشكل إذن وين رح يكون دلتا تعنا أكبر من السفر وين يكون دلتا أكبر من السفر يعني وين رح موجب الدلتا رح موجب وين في المجال هذا والمجال هذا إذا نروح نكتب هنا لقينا سي على أ أكبر من الصف يكون في هذا المجال والدلتا وين ره أكبر من الصف ره أكبر من الصف في هذا المجال اللي لقيناه ذوكه اللي هو عشرة نسموه أس ثلاثة يساوي عشرة على أحداش واحد مفتوح لأنا غير معرفة عند الواحد اتحاد واحد اثنين مفتوح عند الواحد اثنين نغلقوه لأنا هنا أغير معرفة عند الواحد هنا تكون الدلتا تاعي موجب يعني إذا نلقيت المجال الثاني الآن بقالي المجال الثالث اللي هو وين رح يكون ناقص بي على أ موجب يعني وين يكون المجموع تاع الحلين موجب وشنه ناقص بي على أ بتاعي وشنه هو ناقص بي على أ أكبر من الصف يكافي وش معناها ناقص بي البتاعي هو أم ناقص ثنين نضربوه في الناقص على أ اللي هو أم مربع ناقص ثلاثة أم زائي ثنين لازم يكون أكبر من الصف يعني نحل هذه المتراجحة كيفاش نحل هذه المتراجحة؟ ندرس إشارتها مقبل ما ندرس إشارتها نعين أولاً حلول تاعها المعادلة يعني ندرس إشارة هذه وحده وهذا وحده أم هذي كيفاش توليه؟ تكافي ناقص أم زائد ثنين على أم مربع ناقص ثلاثة أم زائد ثنين أكبر من الصف الآن ندرس هذه وحدها وندرس هذه وحدها هذه وينتنا عدم أم ناقص أم زائد ثنين تساوي السفر وقت أش تساوي السفر؟ معالم بجهة والمجاهل بجهة ناقص أم يساوي ناقص ثنين وبالتالي أم تعيوش يساوي يساوي ثنين إذن هذا البسط ينعدم عند ثنين ننتقل الآن إلى المعادلة الثانية أم مربع ناقص ثلاثة أم زائد ثنين يساوي السفر هذه معادلة من الدرجة الثانية وبالتالي واشنوح ندير نحسب الدلتا وهو بي مربع ناقص ثلاثة مربع ناقص ربعة في آ لهو واحد في سي لهو اثنين هذه لقناها يساوي واحد لأنه تسعة ناقص ثمانية يساوي واحد والحلول تعناهما أم لأننا نحسبناها ديجان قبل هذه أم واحد يساوي واحد وأم ثنين يساوي اثنين لقنا حل نتعلم معادلة تاعي يساوي واحد واثنين الآن وروح نرسم جدول الإشارة جدول الإشارة تاعنا تاع ناقص ب على آ اللي هو المجموعة تاع الحلين ندير أم وندير هذه وحدها تاع البسط ناقص أم زائد ثنين وندير أم مربع ناقص ثلاثة أم زائد ثنين تاع المقام وحده ونبعد نقسمهم يعني ناقص أم زائد ثنين على أم مربع ناقص ثلاثة أم زائد ثنين اللي هو ناقص ب على آ يساوي ناقص ب على آ الآن أم تعنا رهم ناقص مال نهاية إلى زائد مال نهاية قلنا الحلول لقناهم واحد واثنين وهذه أيضا هي اثنين إذن نحط ثنين واحدة فقط واحد اثنين واش قلنا البسط تاعي رهين عادم ونقينه ينعادم ينقا ينعادم عند اثنين هذه ما تهمني شندي الخط وهذه أيضا نقين الحلول تحها هو واحد واثنين يعني هذه هذ أم مربع ناقص ثلاثة أم زائد ثنين تنعادم عند الواحد وتنعادم عند اثنين مادام المقام تاعي رهين عادم عند واحد واثنين فإنه غير معرفي واللي هنا غير معرف عند واحد واثنين لأن المقام تاعي ما لازمش يكون يساوي الصفر وما لازمش يكون يساوي الصفر لقنا الحلول هما واحد واثنين يعني هذه تساوي الصفر لما يساوي الأم يساوي واحد وللأم يساوي اثنين إذن هنا نديره غير معرفة لأن هذا القيمة رهي في المقام الآن نديره الإشارة هنا لقنا حل واحد هنا المعادلة واللي معادلة من الدرجة الأولى والمعادلة من الدرجة الأولى عندها حل واحد اللي هو اثنين قبل الإنعدام عكس إشارة A وبعد الإنعدام نفس إشارة A هنا إشارة A كيف شراهي رهي سالبة إذن قبل الإنعدام عكس إشارة A هذا الخطمي همني شنشوف بغط الإنهي الإنعدام إذن هذه التبع هذه واللي زائد بعد الإنعدام نفس إشارة A لهو سالب هنا رهي سالب نحط هنا سالب بعد الإنعدام نروح ننتقل معادلة ثانية معادلة ثانية القيناة عندها حلين داخل الحلين قلنا ندير دائما عكس إشارة A وخارج الحلين نفس إشارة A إشارة A كيفاش راهي راهي موجبة قلنا داخل الحلين عكس إشارة A لهو ناقص وخارج الحلين نفس إشارة A لهو موجب الآن باش ندير تاع الكسر هذا الإشارة تعوش نوح ندير ندير هذه في هذه ندير الجداء تاع هذه الإشارتين باش نلقى الإشارة تاع النقص بعلى A زائد في زائد تعطيني زائد زائد في الناقص تعطيني ناقص ناقص في الزائد تعطيلي ناقص أيضا إذن الآن أنا نقدر تجده الإشارة على المجموع ناقص ب علاءة قلنا باش تقبل معادلة أو حلاني موجباني لازم يكون الجداء على الحلين أكبر من السف والمجموع على الحلين أكبر من السف والدلتا أكبر من السف لقينا الجداء على الحلين وين رح يكون أكبر من السف ولقينا دلتا وين رح يكون أكبر من السف الآن ناقص بعلاء وين رح يكون أكبر من السف هنا قلنا من ناقص مال نهاية إلى الواحد يعني نكتب الاس 2 يساوي من ناقص مال نهاية للواحد الواحد غير معرفة عند الواحد هذا هو المجال وين يكون نقص بعلقة موجب يعني راح تكون الأعداد الموجبة هنا يعني قيم ام تعد نقص بعلقة اكبر من الصف راح تكون في هذا المجال الآن باش نلقى المجال الكلي لتكون باش تقبل معادلة وحلاني موجبان راح ندير تقاطع على هذه المجالات الثلاثة كيفاش حندير تقاطع على المجالات الثلاثة نرسل ببساطة خط من ناقص مال نهاية إلى زائد مال نهاية واش عندي الأعداد كامل هنا عندي 10 على 11 هي الصغيرة وعندي الواحد وعندي العدد 2 نروح نحط المجال الأول المجال الأول من ناقص مال نهاية للواحد من ناقص مال نهاية للواحد يعني اللي هنا المجال مفتوح ناقص مالا نهاية للواحد اتحاد من اثنين زائد مالا نهاية مجال مفتوح اثنين الى زائد مالا نهاية يعني دارت المجال اول ندير اللون مغير وندير المجال الثاني المجال الثاني تعال ناقص بي على اعره اكبر من الصفر وين يكون من ناقص مالا نهاية للواحد يعني من ناقص مالا نهاية للواحد رح يكون هنا والمجال الثالث من 10 على 11 1 10 على 11 هاوليك 10 على 11 للواحد مفتوح هندير بالدوائر هاك مشي بالدوائر هندير هاك اتحاد واحد ثنين اتحاد واحد ثنين واحد ثنين واحد مفتوح ثنين مغلوق اتحاد واحد ثنين هذا تعهنا الان واش نروح نشوف نشوف وين رهم يتقطعوا بين ثلاثة عندي هاوليك الخطة الاول تعالى المجال تعالى دلتا وعندي هذا تعالى المجال الثاني وعندي اللي بالازرق راه هنا يا تعالى المجال الاول اذا تقاطع تعالى ثلث مجالات وين راه راه من 10 على 11 للواحد اذا اس يعني حلول معادلة قيم ام عفوا قيم ام باش تقبل معادلة حلاني موجبان راح تكون يساوي من 10 على 11 للواحد يعني قيم ام لياخذها باش المعادلة تعي تقبل حلاني موجبان هي 10 على 11 واحد يعني تقاطع تعالى ثلث مجالات ان شاء الله تكونوا فهمتوا معايا وبصلت لكم الفكرة الى هنا نصل الى نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد وما تنسوش تنشرنا الفيديو لتعم الفائدة سلام